راديو أجيال يقدم أصل الكلام عارف حجاوي خرطوم الأرقيلة في بلادنا عربية كثيرة يسمى اللي لأنه يتلوى عليها كالحية وعندنا لا يسمى كذلك بل نقول له البربيش ويسمعني سامع فيقول أخطأت بل نقول البربيج بالجيم فهذا حين نعيدها إلى أصلها إنه ماربيج بالتركية وقبلها بالفارسية وقد فعلت بلاد العرب بهذه الكلمة الأفاعيل فقالوا نبريج وقالوا نربيج وقالوا نربيش لكن أحدا لم يجرؤ على إطلاق أي من هذه الأسماء على بربيش الفيل فهذا خرطوم كما جاء في القرآن الكريم وأنف الإنسان أيضا خرطوم كما جاء في الذكر الحكيم سنسيمه على الخرطوم هذا الفاجر وكانت العرب تعد الأنف رمزا للعزة والكرامة فنقول إنه فلان مثلا شامخ الأنف أو شمخ بأنفه فمن وسمناه واسما بالسيف على أنفه فقد حططنا من كرامته ومن هنا سنسيمه على الخرطوم اشتركوا في القناة